أم بالإحباط يا أبو يا الله يسلم كنت يا أمك ترى سواليفك تختلف عن سواليفة كيف تدر بعيالك يسالفون معاك يعني أنا حين مثلا الله يصلح عيالنا وعيالكم أحد أولادي مثلا بعض الأحيان أن أنا كنا أنا أتيب من المدرسة خلاص أعلمه أول ما يركب السيارة إيش يقول أنا أبوه صحيح بس كيف يسلم كيف يسألني أنا أسأله حتى تكون هناك علاقة يعني مرة من المرات تخيله عنده واحد يقول لي أنا ما يعرف كيف أنا أدخل على أبوي هذا قلت كيف قال والله طلعنا من طريق الحسن من الحسن للرياض والله تتخيل ما سولفت معاه ولا سولف معاه تتخيل المشوار هذا كله ما أحد سولف مع الثاني وبعض الناس الآن يجلس في المجلس الآن وكل وقت قاعد على جواله ولا مشغل لشيء الذي أريد أن أصل إليه كيف يمكن نحن فعلا أننا نواجه هذه المرحلة التي سوف تأتينا كلنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا معي سر هذا الحديث واجبت محبتي للمتزاورين فيها محبة الله عز وجل هنا لأن التزاور يصنع المحبة لأن التزاور يأتي بالمحبة لأن التزاور يصنع الألفة يصنع التآخي يصنع كل شيء أما إذا صار عندنا جفاء وكل واحد مشغول عن الثاني ولا أحد يتواصل مع الثاني يتم بالأسبوع والأسبوعين الولد ما يكلم أبوه والبنت ما تكلم أمها ليش هذا أنا والله سمحوا لي أقول لكم هذه حياة حقيقة ما تليق ما تليق هذه الحياة ما تليق تتخيل أن عندك مدير في العمل ما بينك وبينها تواصل تتخيل أنت مديرتك في المدرسة ما بينك وبينها تواصل كيف أبوكم و أمكم نأخذ هذا الفاصل و أذكركم بأرقام التواصل نسعد بمشاركاتكم و أتمنى أننا نتكلم عن هذا الموضوح فعلا كما قالت الأخت الكريمة بما يلامس حياتنا اليوم و من هم الذين الآن يعيشون الإحباط بيننا أبنائي بناتي إخواني خواتي من هل في أناس محبطين مني أنا يا إبراهيم مثلا هل في ناس حسوا بالإحباط مني مو بشرط أني أنا أطالب الآخرين لا يمكن هناك طرف آخر محبط منك في شيء معين أو في سلوك معين أو تصرف معين نأخذ هذا الفاصل و نعود إليكم يا لالالالاهي يا لالالاهي 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 يا لالال شكرا